طيب خلينا برضو نرجع كده ونتكلم مع حضرتك وتقول لنا بإنه يعني الإرادات والحاصل وحجم الأموال اللي بتدخها الهيئة شهريا من الموارد بتاعتها وإجمالي الدخل إنت هتحلها إزاي يعني هتطمن الناس إزاي وفي نفس الوقت تكمل الأمال والأحلام بتاعتك طيب إحنا بنتكلم فيه استجابة سريعة اللي هي تم ضخ 60 مليون جنيه 60 مليون جنيه دول كمرحلة أولى إحنا بنتكلم فيها عشان نستوعب كافة المعاملات المالية الخاصة اللي إحنا بعتناها بمطالبات العاملين فكانت الجزئة الأولى اللي إحنا هنبتدي نتعامل مع أجزاء اللي هي زي العلوات والمتجمدات اللي هي موجودة من 2017 و2018 لم يتم الوفاء بأجزاء منها بالضبط فحيبدأ يبقى فيه على طول صرف لهذه المستقبلة ده من يناير على طول 23 مع الصرف الإلكتروني حيبقى نازله وموجود من 23 يناير دي هيبقى القبض الجاية على طول بالضبط إحنا بنتكلم في مرحلة أولى لده حقك إحنا بنحاول نوفي به وبنحاول نوصله تمام لكن هو الأساس عندك في الصعوبات المالية الموجودة اللي هو فرق ما بين التمويل اللي بيجي لك أو المخصص المتين وعشرين وإنتي في الأساس عندك متين وستين لازم يبقوا متوجدين ده الحد الأدنى اللي إحنا بنتكلم فيه الأربعين اللي بيجوا دول من ضخ الهيئة اللي إحنا بنقول من إراداتها والإرادات اللي إحنا كنا بنجيبها بنتكلم فيها دي المفروض بتروح في تقنية هندسية ورفع كفاءاته وصياناته وإلخ من ده فابتدت تروح في الجزء الثاني اللي هو حقوق العاملين طيب إحنا دلوقتي لما بنضخ الجزء ده هيتوقف الأعمال التطوير وعمال البنية الأساسية ومن كل الأشياء دي طيب الاربعين دول اللي إحنا بنتكلم فيهم مش هما الأساس ده إحنا عايزين مية وعشرين فوق المتين وعشرين عشان تكمل عشان نكمل أولا بند الترقيات اللي عندك اللي هو الخاص بالعملين ده لوحده الـ 11 ألف عامل لترقيتين فقط عامل 40 مليون جنيه شهري هتحله إزاي ده دي مشكلة عقبة لسه بقية الأجزاء متراكمات العلوات والمتجمدات والإضافات والأشياء دي تدخلها في حوالي 700 مليون جنيه فأنتي بتخيلة المبلغ وكبره قدية طبعا ده مبلغ كبير جدا عشان حجم العاملين داخل ما سبيره 32 ألف عامل هي دي المشكلة الأساسية لو كل واحد بياخد العلاوة بتاعته حتى اللي احنا بنتكلم فيها الـ 65 جنيه ولا الـ 100 جنيه والكلام ده بتشكل المنظومة ككله بالترقمات المبلغ ده وده مبلغ كبير وهقولك الأكتر العاملين متفاهمين وعارفين اللي الأجزاء دي مش هتتزل لهم مرة واحدة بس بيقولك حرقلنا العجلة احنا معاكم احنا معا كيان الدولة هو عايز يتطمن بأنه يبقى فيه خطة هو عرفها لا وهو صبر 3 سنين بس الدنيا زادت عليه وهو عارف اللي كان الدولة بتوجه تملي بحياة كريمة للمواطن طبعا ده هي الدولة شعرها الحياة الكريمة ده الأساس وعلى فكرة دعم الدولة لا يتوقف يعني ماس بيرو كيان أساسي في وجدان الدولة طبعا فاحنا بنتكلم في كل العامل دي اتأخرنا شوي وده الكلام ده وارد لأمور كتيرة احنا بنتكلم فيها ككيان دولة قايم وفيه ضخ لأماكن كتيرة لكن ده مش معنا ده اللي احنا غفلنا حقهم ولما جوم طالبوا اللي هم يبقوا متواجدين ونقول حقنا والكلام ده مطلق الحرية وقلنا لهم جوة بيتكو احنا تحترمون بس ما فيش تدخلات لأشياء أخرى غريبة نقدر بقى ساعتها نتعامل معها وهم احترموا ده جدا